النهاردة ان شاء الله جايب لكم فيديو مفاجأة في معالجات الشعر والبروتين. الفيديو دوت ملخص لفيديو نزله دكتور محمد الناظر. محمد الناظر ده دكتور من الناس اللي كان دايما بتحذر من جلسات البروتين. هو وهاني الناظر محمد عاصم. غير رأيه بعد ستة او سبع سنين من رأيه القديم في جلسات البروتين. تابعوا الاخر الفيديو وشوفوا ال ايه. كان في خلال سنين الفاتت يمكن الكاراتين والبروتين الحاجات دي يمكن موجودة الوقت يبقى بتاع 20 سنة. ولما يحدث حالة واحدة ان حد تضر بسبب الفورمالين ده. اه وانا كنت دايما من الناس اللي بحذر الناس من استخدام الحاجات دي. لان زي حد ما مؤخرا ابتدينا نشوف اعلانات ودعاية عن منتجات. المفروض انها بروتين برضو علشان تفرد شعر. لكنها في نفس الوقت بتعالج الشعر وبتحسنه. وكنت دايما انا في السنين اللي فاتت بقول لناس ان كل الحاجات دي سواء بقى الكاراتين او البروتين او الشي او بيسموه البوتوكس او الكولوجين او الحاجات دي كلها هي مجرد مسميات لنفس الحاجة. وبتتعمل زي طبقة اه على الشعر. بتحافز على الشعر كده من بره. فبتخلي الشعر اللي متقصف يبقى شكله مش متقصف ويبقى الشعر لامة بنفسه. ومعصلش عمية السبليتنج او التقصف اللي بتحصل في الاطراف دي. لكن لا يعتبر علاج اطلاقا. يعني ايه الجديد يعني ايه المفاجأة. الحقيقة المفاجأة ان انا غيرت رأيي. بزبط زي ما سمعتوا كده انا غيرت رأيي. زي ما قلت من شوية ان انا كنت دايما بقول الناس محدش يستخدم الحاجات دي للحاجات دي مؤزية وبتدور الشعر على المدى البعيد. لكن انا لان انا ابتديت اكبر شوية ابتديت ابصل الموضوع من جانب مختلف شوية عن اللي كنت بابصله بيه من قبل كده. والجانب ده هو جانب انساني شوية. الواحدة او الواحد اللي بتعاني من ان الشعر اه صعب جدا في التعامل. الشعر خشن الشعر منجعل بشكل جامد جدا. الناس دي بتعاني من مشاكل نفسية بسبب المشكلة دي. ووجود الشعر بهذا الشكل. لو احنا فضلنا محافظين عليه بهذا الشكل. لكن على المدى البعيد احنا بنحافظ عليه ان هو يبقى صحيته كويسة. فده حاجة تأثيرها على الشخص نفسه يعتبر تأثير سلبي جدا. في حين ان الناس دي لو عملت البروتين وشعر تفرد وبقى شكله احسن وملمسه احسن. وثقاتهم في نفسهم بقت احسن قدام الناس. حالتهم من نفسي هتكون احسن بكتير. وهيكونوا ناس سعيدة وعايشين حياتهم بشكل افضل بكتير. لكن ايه الفايدة من ان انا احافظ على شعري صحي وشكله مش عجبني وثقتي في نفسي مهياش كويسة. واعيش طول عمري متضايق وما استفدش خالص بالشعر الصحي ده. في حين ان انا لو عملت حاجة زي البروتين والكراتين دي. هعيش سنين من عمري مبسوط وعندي ثقة في نفسي وسعيد جدا ومقبل على الحياة بشكل كبير جدا. وقدام ربنا يحيين يعني بعد عشرة عشرين سنة من تكرار الكلام ده. شعري ساعتها هيضعف وهحس ان انا متضايق. بس اتليست هكون اشتري شوية من عمري مبسوط وعندي ثقة في نفسي ومعنديش المشاكل اللي كنت عايش بيها كل السنين دي بسبب ان شعري في حاجات مضايقاني. والناس اللي شعرهم انعم شوية. وفي رأي ان انت لو جبت واحدة عندها ستين سبعين سنة وعاشت السنين من عمرها مبسوطة بنفسها وشايفة الدنيا كويسة والدنيا جميلة. ولكن وهي عندها ستين سبعين سنة شعرها بقى خفيف جدا. وقلت لها هل انت كده مبسوطة? ولا لو جبت واحدة تانية عاشت عمرها كلها متعقدة من شعرها ومعنديش ثقة في نفسها. وهي عندها ستين سبعين سنة وشعرها احسن من ناحية الجودة. لكن رزيل في الشكل مش هاجبها ومخاليها معنديش ثقة في نفسها. اظن من المنطق ومن البديهي ان انا نعرف انهي فيهم هيكون مبسوط اكتر من التاني. وانهي فيهم اللي هيكون يعني حاسس ان هو قرر قرر الصح او عمل حاجة الصح بالنسبة له. عشان كده انا في نهاية بقول لكل الناس اللي بتتابعها. لو انت حد عندك مشكلة كبيرة في الشعر. والمشكلة دي ما خليك ما عندكش ثقة في نفسك او مش مبسوط او كده سواء انت واحدة او واحد. ففي الحالة دي مفيش معنى انك تعمل حاجة اللي هتخليك تبقى صغف نفسك وتخليك تبقى مبسوط. وتعيش كم سنة من عمرك. الله اعلم احنا هنعيش قد ايه. فقط ليست شوية اللي احنا عايشينهم. نعيشهم واحنا مبسوطين. وربنا يسهل قدام محدش عارف الدنيا هيحصل فيها اي. يا رب الفيديو يكون مفيد وتكون المعلومات دي في دتكوه.